نضرب معايات ليلى على هذا الليميت إذا عودت بخمسة أتلقى شكل غير محدد 0 على 0 وحسبها ليطمئن نقل وك نجرب التقنية الثانية والتي هي التأميل الحاجة الوحيدة التي نستطيع أن نعملها هي X أكاري ناقص سعود متطابقة هامة فنستطيع أن نكتبها على شكل X ناقص ثلاثة عامل X زي ثلاثة ولكن تأميل ما معاوننا لحقاش عندي واحد ناقص ربعة لاسقلية في البسط فهنا سنزل التقنية الثالثة وهي الضرب في المرافق وكيف عاوشان هذا المرافق أنت إذا عندك A زائد B فالمرافق هذه الشيء هي A ناقص B يعني غير تقلب ذلك الناقص الزائد ولكن صحيح إذا عندك A ناقص B المرافق دياله هو A زائد B ولكن عاوشاني إلا شأن نضربه في المرافق في المنشطابقات الهامة التي تشاهدون في الكوليج هنا واحدة فيهم تقول لك A ناقص B عامل لي A زائد B تساوي A أو كاري ناقص B أو كاري عندما يمكن أن يكون أي عدد ممكن فقط تعود واجرب مع رأسك الذي يهمني هنا هو أن A و B يمكن أن يكون حتى عدد وصل الجدر مربع وإذا ضربت كمية في المرافقة سوف ترفع الجدر مربع أكاره ويمشي في حاله وهذا ما سنفعله هنا إذا أخذنا أن A تتساوي الجدر مربع X أكاري ناقص 3 وB أخذناها تتساوي 4 لذلك A ناقص B هي البسط الدلة لدينا فهذا الشخص الذي نضربه في المرافقة أ أزائد B واللي هو الجدر مربع X أكاري ناقص سعود زائد 4 ولكن ما تنساش إذا ضربت في شي عدد فأخذني نقسم على نفس ذاك العدد ياك باش تحاجة ما تبدل عندي ما فهمتيش ياك أنت أشوف 7 مقصوم على 7 تتساوي 1 113 مقصوم على 113 تتساوي 1 أنت مقصوم على رأسك تتساوي 1 فأي عدد مقصوم على رأسه غيرتيني 1 فجدر مربع X أكاري ناقص سعود زائد 4 مقصوم على رأسها غيرتساوي لي 1 وانت عارف أن أي عدد ضربتو في واحد ما غيرتبتلش غيرتبقى هو وهو فهذا الشيء عليك أن نضرب المرافق وتنقسم عليه لكي لا تبتلت لي الميت اللي بديت بيها سنستخدم شي لميت خرار نرجعه فين كنا دبما بعد ما ضربت وقسمت على المرافق دي البسط سنخرج المتطابقة لها ما اللي حطها لكم اللي تحسي واللي هي A أكاري ناقص B أكاري أهنايا كيف ما قلت هي الجدر مربع دي الـ X أكاري ناقص سعود لذلك سنرفعها أكاري وB هي 4 سوف نرفعها أكاري نبسط هذا الشيء سنمشي الجدر مع الأكاري وسنقول لي عندي X أكاري ناقص سعود ناقص 16 اللي هي 4 أكاري نحسب هذا الشيء سيقول لي هو X أكاري ناقص 25 هذا البسط بسطناه وحيدنا منه الجدر ودبا نقدر نعمل بستعمال نفس المتطابقة الهمة وسنقول لي تساوي X ناقص 5 أعمل لي X زائد 5 ختاز X ناقص 5 في البسط والمقام والليميت ستقول لي كيفما هكا قدامك آخر حاجة ستقوم بها هي ستعود بخمسة ونما ستلقى شيء مشكل في البسط سيكون عندك عشرة وفي المقام سيكون عندك تمانية واللي إذا اختزلت بجوج ستقول لي هي خمسة على أربعة الزبدة ذلك شيء كامل منين تلقى شيء لميت فيها جيدر مربع وحدها زائد ولا ناقص شيء كمية حاول تضرب وتقسم في المرافق ذلك شيء كامل وما ستشوف غير اللي يعجبك هاك اجرب نوبتك ونشوف هاد البركاش حلقة تخرج لك اللي حل اللي غنحتوغده في الكروب الفيسبوك ان شاء الله تعالى